إحنا دايما بصي إحنا بناكل ونام لو كلنا ونامنا وإحنا ما حرقناش الأكل ده ده عرض الإصابة بالسمنة على طول لكن هي الفكرة أن الأكل يبقى دايما متوازن في خضار في بروتين في نشويات بكمية مش كبيرة كل ده بيخلي أن الأكل المتوازن فالجسم يمتد بكل الأجسام المناعية وبالمعادن وبالفيتامينات اللي بتدي قوة للجهاز الدوري بتاعه والكورات الضم البيضة بحيث يبقى عنده مقاومة أفضل للفيروسات والمايكروبيز بص الطبق شكله جميل إزاي ومتزوج حلو أبعا دايما تفتح النفس أنا جوع طبق يعني بجد كلاون شكله جميل جداً واحد عايز يأكله ويلعب معي في نفس الوقت بس الجميل كمان هي ألوان كتير يعني خد طماطم خد جرجير أو خصه خد زاتون خد جبنة دايما بنقول لو أنت فاكرة قلنا إيه خمس ألوان عايزين خمس ألوان في الوجبة من الخضار والفاكهة والأروع لك والخمس ألوان يديك معظم الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم نعم كده يعني عمياني نحط خمس ألوان وخلاص خمس ألوان يديك كل اللي انت عايزين اللي بعد الفيتامين دال هي الحاجات المهمة الفيتامين ألف هي الحاجات المهمة فيتامين آيف ممكن بيتاخد في الصحة فيتامين ده ده بنوصي دايما بي فيتامين آلف ده بيتاخد في الصحة كل سنة على 9 شهور وعلى سنة ونص وإحنا ممكن ندي للأطفال اللي بيجيلوا عدوى متكررة ممكن ندي بقى وبياخد جرعة كل مثلا 6 شهور ممكن لغاية 5 سنين أوكي بعد 5 سنين خلاص 200 ألف وحدة دولية بيبقى كابسولة فضة في مياه أو لو جرعتها 200 ألف أو لو كابسولة 50 ألف جرعة خمسولة بتاخد 4 كابسولات مرار كل 6 شهور ده الطفل بس بقرار مين أنا مقدرش أقولها كده يا أنا جماعة أخده في ده مين ألف يا دكتور أسمعتك في الحلقة بتقول كذا يلا تديبني هو محتاج ولا لأ الفيتامينز ده دواء علاج هو محتاج ولا مش محتاج فيتامين إيه طبعا ده إحنا قولنا قبل كده أنه فيتامين دي آسف ليه جرعة وقائية وجرعة علاجية الجرعة الوقائية لغاية سنة من من 400 ل600 وحدة دولية بعد سنة ممكن يوصل لألف وحدة في البالغين بتوصل لألف وخلص وحدة جرعة اللي أنا بحتاجها لأنا مش بتعرض للشمس اللي عرفوا لي فيتامين سي زيادة منه ما يخصرش بينزل عادي هل الكلام ده صحيح ولا خلط؟ لا جرعة كبيرة منه برضو ممكن تعمل مشاكل في الكيلة يعني الفوار اللي بنده لولدنا في الشتة ده برطقان يا جماعة برطقان وجوار يا كبيرة برطقان عصير برطقان أو برطقانية كلها أحسن من الأرس الفوارة لو عنده نقص حديد أنا ممكن أديره فيتامين سي ليه؟ بيساعد على امتصاص الحديد أنا كطبيب لكن إنت مفعش أنه ندير فيتامين سي عشان هو ده منش لكن ينفع أديره برطقان برحتين ينفع أديره جوافة برحتين تمام من لبعد تفضل ولا دي آخر صورة يا أسد لا لسه يلا بينا آه دي مهمة فيروسية معظم أمراض البرد أو أمراض الشتة فيروسية الفيروسية يعني مفيش متضحيوي ده ما بيقول كل حلقة تقريب مفيش حلقة بتعدي مننا من غير ما نقول المعلومة دي أحسن عشان تسبب بالضبط الفيروسية يعني مفيش متضحيوي فما فيش متضحيوي فبالتالي مقاومة الجسم تبقى أفضل فبالتالي تعب الطفل يبقى أقل فبالتالي يقل زياراته للدكتور ويقل غيابه من المدرسة طيب